هذه المعركة أنتم من دشنتموها بدماء أبطالنا في القوات المسلحة وتتحملون مسؤولية تداعيات هذه المعركة فعزا الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده وهنا أيها القادة الشرفاء المؤمنون أنتم من يراهن عليكم هذا الشعب ويراهن عليكم قائد هذا الشعب إذا أنت أيها الأمريكي لديك دستور أنت ملتزم به نحن لدينا قرآن الله ولدينا أعلام الهدى نحن نحتاج أن ننفذها كما وردت مهما كانت التضحيات كما أنت ملتزم بحماية إسرائيل أنا ملتزم بحماية المستضعفين من عباد الله في أرضه الذين تنتهكوا وكرامتهم وحياتهم وحقهم في العيش الكريم الله أكبر الموت الأمريكي الموت الإسرائيل اللحمة على الهدى أن نصر الإسلام نحن أمة لا يمكن أن نسكت ولا يمكن أن نتحمل برنامجكم القديم الغطرسة والاستكبار هذا غير وارد في قاموسنا بعد أن ربينا أنفسنا على ثقافة القرآن وعلى ثقافة الجهاد وعلى التسليم والإنقياد لله ولرسوله ولأعلام الهدى نحن نتحمل طاقة وشحنة من الحماس والقوة الإيمانية التي ستنصدم بها إذا لم ترعي وضعنا لذلك أدعوك لقراءتها لتحرف أين نحن وأين أنت الحماقة التي ارتكبتموها في البحر الأحمر ضد أبنائنا في القوات البحرية لن أقول إلا ما قاله السيد القائد الرد آتن وما في رأس خيلك اركبه سيأتيك الرد نحن شعب الإيمان والحكمة شعب التضحيات وشعب الجهاد وأبناء الفاتحين إذا أنت تجهل التاريخ يمكنك إعادة التاريخ نحن أحفاد الفاتحين وأحفاد الأنصار بطبيعة الحال شعب يمني مسلم نرفض الذل ونأب الضيم بالتالي كلما ارتكبت من حماقة دخلت في مستنقع هذا الشعب ولن تخرج منه لذلك عندما نعود إلى قول الله سبحانه وتعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده نحن نتسابق لأننا أمام وعد إلهي سيتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعون أن تحولون دون هذا الوعد بالتالي نرى أنفسنا بأن لا نكون من المقصرين أن يأتي بالفتح نحن نطلب من الله ونلهث ونريوه ونطلبه أن يكون هذا الفتح وهو آت لا محال بإذن الله أن يكون على أيدينا بإذن الله سبحانه وتعالى المعركة محسومة ونحن نتسابق إليها ونتطلع إليها بكل لهف وشوق لأننا نعرف أن الفتح هذا كائن سواء على أيدينا أو على أيدي غيرنا من رجال الريال من المجاهدين في سبيل الله لأن الأمر محتوم لذلك الله قال أو أمر من عنده بالتالي الموضوع محتوم لمحالة لأن فيها ما يولد الطاقة والاندفاع لنا جميعا الأمريكي آتي للمنطقة ليطلب السلام وهو من دفع بالحرب وهو من وقف كما قلنا في البداية ضد ثلاثة قرارات في مجلس الأمن لوقف الحرب ضروري إعادة برمجة العقلية الأمريكي هذا تتحدث عن سلام وتتحدث عن إنسانية وأنت من تدوسهما بأقدامك أنت والإسرائيلي أنا أقول الأمريكي والإسرائيلي آخر من يتكلم عن السلام وآخر من يتكلم عن حقوق الإنسان أنتما لستما مؤهلين للحديث عن السلام ولا عن حقوق الإنسان هذه المعركة ستدخلها وأن تكاره والرد آت لا محالة إلا في حالة واحدة إذا سلمت القتل والمجرمين الإرهابيين من جنودك الذين قتلوا أبطالنا في القوات المسلحة للمحاكمة في الجمهورية اليمنية لأنه لجزاءهم الرادع هنا ممكن أن تكون خرجت من الورطة التي قد دخلت بها ولن تخرج موقفنا موقف إيماني ومن منطلق إيماني من هويتنا الإيمانية موقفنا أيضا يعبر عن الإرادة الشعبية وأنا قلت لكم في البداية أنتم في قيادة الجيش اليمني لستم إلا طلائعا لهذا الشعب وإلا فظهركم أربعين مليون يمني متلهفين شوقا وهذه المعركة هي فتحة لنا الأفق كثيرا في وضعنا الوطني وعلى مستوى وضعنا الإقليمي والمنطقة بشكل عام المعركة سنكسبها بإذن الله سبحانه وتعالى على أي الأحوال وإن أدث إلى استشهادنا فهذا نصر ونعتبره نصر بإذن الله سبحانه وتعالى نحن كشعب يمني مسلم لا جديد لدينا نحن نرى بأن إسرائيل هي عدونا وعدو كل مسلم هذه قاعدة وهذه قناعة نعبر عن إرادة هذا الشعب ونعبر وننسج مع تطلعات وإرادة هذا الشعب ونعبر عن هوية وإيمان هذا الشعب لأنه بطبيعة الحال يرى الإسرائيل عدوا له بالتالي ما الذي خلف الأمريكي للدفاع عنه لما أتى العدوان على أهلنا في غزة وقلناها وسنكررها أنك لم تحمل تصريحاتنا وقراراتنا على محمل الجد قلنا لن تدخل غزة وفينا در من إيمان وكرامة ولن ترى ردا ورأيت الرد لما تأتي ترد علينا تقول تريد السلام في المنطقة وأنت تأتي تدخل في معركة مع قواتنا البحرية اليمنية من أجل حماية سفن إسرائيل أي سلام تدعو عنه كل أضاليل هذا العدو مفضوحة أمام شعبنا شعبنا اغتقى وشاب عن الطوت لأنه تثقف بتقافة القرآن والتزم لأعلام الهدى شعبنا غير مدجا شعبنا لا زال حيا وحرا ويأبى الضيم